موسيقى بتوجيه من الرئيس الأسد العماد أيوب رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد قواتنا العاملة في ريف حمى الشمالي موسيقى بدء إخلاء عدد من مسلحي حي الوعر مع عائلاتهم ونقلهم إلى مدينة جرابلس موسيقى الجو يستهدف تحركات داعش والنصر بريفي حلب وحمى والجيش يضرب الإرهابيين في درع ودير الزور وريف القنيترة موسيقى تحية صباحية لكم مشاهدين الكرام أهلم بكم إلى هذه الساعة الإخبارية بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد علي عبدالله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية تفقد خلالها قواتنا العاملة في ريف حمى الشمالية بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد علي عبدالله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية تفقد خلالها قواتنا العاملة في ريف حماء الشمالية واستمع العماد أيوب من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام والأعمال القتالية التي تنفذها وحدات قواتنا المسلحة في التصدي للاعتداءات التي تقوم بها جبهة النصر الإرهابية والعصابات التابعة لها وطلع على خطط العمليات والإجراءات والتدابير التي تخذتها الوحدات للدفاع عن المناطق المدنية الأمنة كما التقى القادة الميدانيين والمقاتلين في مواقعهم وأشرف على جانب من العمليات القتالية التي تنفذها وحداتنا المقاتلة واطمأن إلى مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف صنوف القوات كما أكد العمد أيوب أن معركتنا ضد الإرهاب مستمرة بلا هوادة وأننا اليوم أكثر عزما وتصميما على سق التنظيمات الإرهابية التي ترتكب المجازر بحق المواطنين الأبرياء خدمة لأجندات رعاتهم ومشغلهم وفي ختام جولته أثنى رئيس هيئة الأركان العامة على جهود القادة والمقاتلين في تصدي للتنظيمات الإرهابية وزودهم بتوجيهاته منوها بأهمية المحافظة على الجاهزية القتالية العالية بدورهم أكد المقاتلون جاهزيتهم واستعدادهم الدائم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في التصدي لأشكال الإرهاب كافة ودحرة بدأت منذ ساعات الفجر عمليات إخلاء الدفعة الثانية من مسلحي حي الوعار مع عائلاتهم وذلك ضمن المرحلة الثالثة من اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في الثالث عشر من شهر آذار الجاري مفدنا إلى هناك عبد الزمام كان قد وافانا بالتفاصيل التالية تم الاتفاق في بداية هذا الأمر يعني طبعا لوجود عدد كبير من الفصائل المسلحة داخل حي الوعار أكثر من خمسة عشر فصيل مسلح هذا الأمر يؤدي إلى عملية إعاقة بالتوصل إلى حل واحد يكون من داخل حي الوعار وهو أن يكون دائما الوجهة باتجاه منطقة محددة يتم الاتفاق عليها بعض الفصائل التي تم الاتفاق معها أرادت مدينة جرابلس في شمال سوريا البعض الآخر يريد منطقة قلعة المضيق في ريف حما وأيضا هناك بعض الفصائل تتحدث عن منطقة ريف إدلب في شمال سوريا إذن العداد الكبير للتنظيمات الإرهابية المتواجدة داخل حي الوعار هي من تشكل العائق وهو من يؤكر دائما الوصول إلى اتفاق واحد بين هذه التنظيمات الإرهابية محافظ حمص طلال البرازي أكد لمفادي الإخباريان الجانب الروسي دخل كطرف ضامن بعد تخل الأمم المتحدة عن دورها متوقعا خروج من 400 إلى 450 مسلحا مع عائلتهم هذا اليوم بدأنا منذ الثاني صباحا بتهيئة الأمور اللوجستية الخاصة في نقل وإخلاء حوالي 400 من المسلحين مع عائلاتهم الحافلات دخلت إلى حي الوعار خرجت حتى الآن ثلاث حافلات بدأنا بنقل المسلحين والعائلات وزويهم إلى الحافلات التي تتجه بعد ساعات إلى جرابلوس إلى ريف حلب الشمالي الشرقي الهلال الأحمر العربي السوري وقوى الأمن الداخلي يعملون على ترتيب الساحات الخاصة بإخلاء المسلحين والانتقال عبر الحافلات بترفيق من الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد من المتوقع أن يخرج اليوم حوالي 400 إلى 450 من المسلحين مع عائلاتهم أي أن العدد سيتجاوز 1700 كإجمالي عدد مسلحين وزويهم عمليات مكثفة لوحدات الجيش العربي السوري على محاور عدة تلحق بتنظيمات الإرهابية خسيرة كبيرة محاور ريف حما ودرع ودير الزور شهدت في الساعات الأخيرة عمليات للجيش أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير آليات ومستودعات لهم مزيد من التفاصيل في التقرير التالي عمليات عسكرية بإسناد جوي يخدها الجيش العربي السوري يستهدف خلالها أرتال وتحركات تنظيم داعش والنصر الإرهابيين في عقيربات جنوب طيبة الإمام جنوب حلفاية جنوب اللطامنة شمال سوران تل عثمان جنوب تلهواش مورك بريف حما وفي إطار عملياتها المتواصلة ضد التنظيمات الإرهابية الجيش والقوات المسلحة دمر مستودع ذخيرة ويقضي على عدد من إرهابي تنظيم جبهة النصر في درعة مصدر عسكرية أكد بأن وحدات من الجيش دمرت مربضة مدفعية شمال مزرعة البطار ومربضة راجمة صواريخ جنوب مدينة درعة ودشمة رشاش في حي طريق السد ومستودع ذخيرة غرب مبنى البريد في منطقة درعة البلد المصدر لفت إلى أن العمليات أدت إلى القضاء على عدد من الإرهابيين في حي الكرك وإقاعهم قتل على طريق طفص شمال مدينة درعة وفي ريف دمشق الشرقي وحدة من الجيش نفذت عملية نوعية على تجمع لتنظيم داعش الإرهابي بريف دمشق الجنوبي الشرقي سلاح المدفعية نفذ ضربات مكثفة على أحد تجمعات الإرهابية في منطقة بئر القصب أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي وحدات من الجيش العربي السوري تدمر عربتين مدرعتين لتنظيم داعش الإرهابي في محيط مدينة دير الزو ونتابع هذا المشاهد من استدافل الجيش العربي السوري لتحركات تنظيم داعش الإرهابية 90% من المقاتلين المشاركين في هذه المعارك هي من فصائل الجيش الحر سنصعد عملياتنا في قادم الأيام المعروفة بشكل جيد من قبل المجتمع الدولي ومع عملية حين سوا دمشق عنهم ببعيد نعتذر عن هذا الخلال الإرهابيون في سوريا على اختلاف مسمياتهم وخاصة من يدعون أنهم عرض معتدلا يدورون في فلاك الإرهاب ولا يستطيعون الخروج من مداره وهم يعبرون عن ذلك من خلال زلات لسانهم وأقلامهم التفاصيل في تقرير رامي عباس 90% من المقاتلين المشاركين في هذه المعارك هي من فصائل الجيش الحر سنصعد عملياتنا في قادم الأيام المعروفة بشكل جيد من قبل المجتمع الدولي ومع عملية حين سوا دمشق عنهم ببعيد في أروقة مبنى الأمم المتحدة في جنيف يحاول إرهابيون رياض تبييض صفحتهم يلفقون الأكاذيب ويبثونها في تصريحاتهم الصحفية ينفون ارتباطهم بتنظيمات تكفيرية وأذبهم منغمسون باعتداءات إرهابية على الشعب السوري واليوم نغزوهم ولا يغزوننا بإذن الله عز وجل الهجوم الذي شنته التنظيمات الإرهابية على دمشق منذ أيام امتلاقا من منطقة جوبر كان استهدافا واضحا للمدنيين في الأحياء السكنية يقولون أن 90% من منهاج مو دمشق وريف حماه هم من ما يسمى الجيش الحر لا نرتضي غير الجهاد سبيلا هذا الإقرار بخرق وقف الأعمال القتالية من جهة والارتباط بجبهة النصر الإرهابية التي قادت الهجوم من جهة أخرى يوضح الصورة بما أن إرهابي جبهة النصر أعلنوا صراحة قيادتهم للاعتداءات على دمشق وحماه وبما أن إرهابي ما يسمى الجيش الحر يعلنون أنهم شاركوا بتلك الاعتداءات بنسبة 90% إذن هم يعملون تحت راية النصر الإرهابية مقاطع الفيديو تثبت قيادة الهجوم من قبل جبهة النصر ومن قبل ما يسمى فيلق الرحمن المرتبط بالتنظيم الإرهابي لو فرضنا جدلا أنهم منفصلون عن جبهة النصر الإرهابية وهذا غير صحيح لكن ما فعله في دمشق وحماه يشكل انتهاك صارخاً لاتفاق وقف الأعمال القتالية وهو ما يؤكد رفضهم لأي حل سياسي من المفروض أنهم موجودون في جينيف من أجله اطلع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال جولة مفاجئة على واقع العمل في المديرية العامة للمصالح العقرية بدمشق واستمع من المواطنين إلى الصعوبات والشكاوي ومعوقات العمل تفاصيل أوفا في التقرير التالي في المديرية العامة للمصالح العقرية بدأ المهندس عماد خميس جولته الاطلاعية المفاجئة لواقع العمل وفي مكاتب المراجعة والتوثيق والتدقيق والقيود العقرية توقف عند سير آلية العمل في هذه المكاتب ومقترحات تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين في هذا المجل راضين أنت عن هالفوضى هاي للمواطنين والمراجعين بالآلية هاي راضين أنت أستاذ عبد عن آلية هالفوضى والتداخل بالمكاتب هاي هو الحقيقة سيدي حجم المراجعات عالي كثير عنه وفي مكان خاصة خلال هالفترة احنا صار عنا من الدوائر العقارية جبنا سجلات وصار في عنا خدمات أكثر ما يحملها المبنى هذا التوسيق الورقي ما فيه إلا توسيق الالكتروني هذا نعم دائما عنا عملية التصوير بشكل هلا حنشوف قاعة الأتمة اللي جوا سيدي حنشوف كيف تتصور الصحيفة وتدخل أيضا الالكترونية أنا بدي أقول بعد شهرين وين بي تصير المصالح العقارية وأكثر مشاريع ما مسموه ما مقبولا يوم أستاذ عبد لا يمكن ننتظر أكثر منكم نحن حجم الشكاوي على المصالح العقارية إن كان لجهة السماسرة معاقبين المعاملات الوسطاء السغرات الأخطاء المقصودة والأخطاء غير مقصودة هذا كله ملف كامل بالدوئي ينبتر بشكل كامل خلال الجولة استمع المهندس عماد خميس إلى الصعوبات التي يعانيها المواطن في الحصول على الخدمة العقارية والشكاوي ومعوقات العمل في جميع المفاصل وكذلك البحث عن أفضل السبل لتنظيم مهنة معاقبي المعاملات العقاريين شو المشاكل اللي هنا انتظار متاجر العقارات تردد عن مصالح العقارية لهم هناك مشاكل ما بتي عندي مشاكل ما بتي عندي مشاكل بدنوا رأي لها لا 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 ما بدي مشاكل قد عاني انت بكلامك الأتمتة 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 تأخير الزمنة بدي خلال أسبوع تعطيني قديش حجم الأخطاء اللي صارت في عام 2017 والربع الأول من 2017 بديها الأخطاء العفوية فيه الأخطاء المقصودة وفيه الدعاوية اللي اتدخلت بالمجال هات وأعرف أنا قائمة كلها مثلا لحجم الأخطاء هاي ولا نشوف مدى دور الأتمتة يا شبنا السعيد تخلل الجولة اجتماع مع المديرين المعنيين أكد من خلاله رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على ضرورة تغيير أليات العمل المتابعة ووضع رؤية جديدة تتضمن تبسيط الإجراءات والتخفيف من البيروقراتية مجملا خطة المديرية للمرحلة القادمة من خلال وضع صيغة تطويرية وفق برنامج زمني وترجمة الخطط الموضوعة عبر جهود مضاعفة تبذل من جميع العاملين في هذه المؤسسة ومحاربة الخلل الإداري والمالي نحن بدنا نبدأ بكل مكونات هذه المديرية الطاقة من البشرية البناء التحتية الألية التشغيلية الإنسيابية ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب هذي بدنا لها المؤسسة عيد هاي العنوين بدأ ترجمة بدأ جهود منكم وبدأ اجتماع هون على الطاولة هاي اجتماع عمل جماعي ونحط خطة لكل هالعنوين هاي وبدوره بيّن المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن هناك مجموعة من تشريعات تم العمل عليها وخاصة تشريع العقاري الموحد الذي سيصدر قريبا التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مفوض الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بيير كريمبول المقداد أكد على تأمين جميع وسائل العيش للأخوة الفلسطينيين حتى يعيشوا كما يعيش الشعب السوري وأن الحكومة السورية حريصة على حق العودة للفلسطينيين بموجب القرارات الشرعية من جهته المفوض العام للأونروا وجدد تقدير الوكالة الدولية العالي لجهود الحكومة السورية سنتابع دعم عمل الأونروا في سوريا وسنتابع أيضا عمل الأونروا ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني للعودة وتقرير المصير وتحدثنا أيضا حول إجراءات أخرى تتعلق بقضايا تتعامل معها الأونروا في كافة الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك الحفاظ على المناهج التاريخية التي توصف نضال الشعب الفلسطيني ومعاناته وأسباب هذه المعاناة وبشكل خاص بسبب الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية والتدخل اليومي في حياة الشعب الفلسطيني لجعلها أكثر سوءا بمعنى أن إسرائيل تحاول تهويد الأراضي العربية المحتلة وطرد الفلسطينيين من القدس وحتى من الضفة الغربية والقضاء على أملهم في إنشاء دولتهم المستقلة أمام الوكالة يتركز على تقديم مساعدة طارئة وبأشكال متعددة للاجئين الفلسطينيين في سوريا غذائيا وماديا وصحيا والعمل قدر المستطاع على أن تكون منتظمة برعاية وزارة السياحة مدية سياحة القنيترا تكرم بالتعاون مع المحافظة عددا من أمهات الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن عزة وكرامة سوريا التقرير التالي والتفاصيل تحت رعاية وزارة السياحة كرمت مدرية سياحة القنيترا وبالتعاون مع محافظة القنيترا عددا من أمهات الشهداء الذين قضوا دفاعا عن عزة وكرامة سوريا وذلك على مسرح كلية التربية الرابعة بمدينة البعث بحضور الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي إهلال الإهلال ووزير السياحة الدكتور بشر اليازجي ومحافظ القنيترا أحمد شيخ عبدالقادر وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية الله يحمي الجيش العربي السوري يا رب كلياته وإن شاء الله سوريا بظلها رافع رأسها بولادها إن شاء الله الحمد لله رب العالمين يطعاها لكل مشتهي الشهادة يا أمي الحمد لله واني قدمت شهيد الحمد لله رب العالمين عندي كمان اثنين بجيش وكله في ذا الوطن أنا بعتز بشهادة جوزي وإن شاء الله كلنا على درب هالوطن أنا وولادي والله يحمي الجيش الله يرحمه بفتخر فيه وبعد أزبي مش تقتله يضير بس بفتخر فيه وبعد أزبي الوزارة وضعت في خطط عملها سياحية للعام الجاري إقامة عدد المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة على أرض المحافظة لخلق فرص عمل لأسري ودوي الشهداء أمهات الشهداء عبرنا عن شعورهن بالفخر والاعتزاز لاستشهاد فلذات أكبادهن واكدات أن دم الشهداء سيزهر نصراً على الأبهر الساعة مستمرة وفيها بعد قليل الجيش العراقي حرر سد بداوش ويرفع العلم العراقي فوق أبقومات اشتركوا في القناة 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 ان شاء الله اشتركوا في القناة دولة سورية ما بالنسبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله ما يجي اليوم في حي الوعر هذا الحي رقم 36 في مدينة حمص سوف يمتد الى منطقة الدارة الكبيرة الى الحولة وغيرها من المعطقة الوعر بالفعل هالحي جميل هو مفتاح كبير ليس فقط لهالمناطق ذكرتها بالريف الشمالي ولكن لكل سوريا لكل سوريا وان شاء الله هالأمور هاي دير رسلا تلبيسي رح تكون تحصيل حاصل بعد حل الوعر لانه في اقتصالات وفي جهود كبيرة من قبل الجميع من قبل الجميع لا الوصول الى الحلول السلامية والسلمية بهالمناطق بس يمكن ان نقول بان اللبنة الاساسية هي حي الوعر لما يشكلهم من اهمية استراتيجية كانت بنسبة لهذه التنظيمات بمختلف مسمياتها اكيد مثل ما قلت لك الوعر مو لحمص فقط لسوريا حل الوعر رح يفتح مجالات كتير كبيرة لبنة اساسية ومهمة وخطوة جبارة اذا تمت رح تفتح طرقات نحو السلام كبيرة شكرك ابونا الاب ميشيل نعمان عضو لجنة مصالحة شكرا جزيلا لك شكرا لك بهاء اعود اليك الاسطديوهات الاخبارية الان استكمل صعود واترونا بعدسة الزميل ماهر خروج للمسلحين باسلحتهم الخفيفة من حي الوعر الى الحافلة رقم 14 العدد في تزايد لو يمكن ان نحصيه قبل قليل في الحافلة رقم 13 كان العدد 506 ارهابيين مع ذويهم تحديدا كان عدد مسلحين 139 ارهابي ولكن هذا العدد في تزايد تماما هذه العملية هي الدفعة الثانية من عملية التسوية والمصالح الوطنية في حي الوعر للمرحلة الثالثة المرحلة الاولى لـ 1479 ارهابي مع عدويهم تم نقلهم في الثامن عشر من هذا الشهر الجاري الى مدينة جرابلوس طبعا هذه المرحلة الثانية والدفعة الثانية من المرحلة الثالثة ايضا استكمالا لهذه التسوية سوف يتم نقلهم باتجاه مدينة جرابلوس المناطق المتفق عليها هي مدينة جرابلوس وهي ايضا قلعة المضيق وقسم اخر من التنظيمات الارهابية داخل حي الوعر يريد الذهاب باتجاه مدينة ادلفي ريف البلد الشمالي استكمال لعملية خروج للمسلحين الان من حي الوعر وهذه العملية مستمرة كانت منذ ساعات الصباح الاولى التحضيرات اللوجستية كانت منذ الساعة الثانية والنصف من صباح هذا اليوم الهواء مباشرة كنا في تمام الساعة الخامسة بهذا النقل المباشر ونحن مستمرون معكم في هذه العملية تغطية مباشرة لاخراج الدفعة الثانية من المسلحين معذويهم باتجاه مدينة جرابلوس عودة اليك بهاء عبدو هل تسمعوني عبدو يبدو ان هناك مشكلة في الصوت يعني توضحت الرؤية نوعا ما في حي الوعر يعني هناك تزايد لعدد المسلحين الخارجين مع عائلاتهم كما ذكر موفد الإخبارية السورية وسنكون معه أيضا في رسائل لاحقة لاستكمال عملية التسوية التي تجري هناك بإخلاء حي الوعر من المسلحين وفق العملية الثانية من المرحلة الثالثة واشنطن ترتكب الجرائم بحق المدنيين في كل من سوريا والعلاق وتدعيان ذلك يتم عن طريق الخطأ مشلين عزر في العلن أخطاء وتحقيق للأهداف في الخفاء سياسة تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية عبر ارتكاب تحالفها المزعوم لمكافحة الإرهاب مجازر بحق المدنيين ولا عسكريين في سوريا وفي العراق سياسة بدت جالية بورود أنباء عن قصف جوي للجيش الأمريكي في حي الموصل الجديدة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل راح ضحيته أكثر من مائتين وثلاثة وستين مدنيا بين قتيل وجريح ليأتي الرد الأمريكي السريع على أنه خطأ حادثة أعادت إلى الأذهان الجرائم الأمريكية المرتكبة في سوريا فمرة تستهدف أحد المواقع العسكرية السورية في محيط مطار دير الزور تسفر عن وقوع خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد وتمهد بشكل واضح لهجوم إرهابي داعش على الموقع والسيطرة عليه ومرة ومرة أخرى تلقي أسلحة لمسلح التنظيم تدعي أنها سقطت سهوا في مناطق ينتشر فيها عناصر التنظيم الإرهابي أخطاء تأتي دائما في مصلحة التنظيمات الإرهابية تسعى الولايات المتحدة لتنفيذ أجنداتها الخفية عبرها خاصة في ضوء امتلاكها أحدث تكنولوجيا المراقبة والتجسس الفضائية عالميا ما ينفي حدوثها كذا أخطاء إلا في حالة التعمد اليمنيون يحتشدون بمئة الألاف في الساحات بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للعدوان السعودي على اليمن في ظل صمت دولي مطبق مراسل الإخبارية عبدالله اليوسف والتفاصيل عامان من الصمود في وجه العدوان السعودي الأمريكي هو شعار هذا تجمع الكبير في ساحة العروض بميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء يؤكد المشاركون في هذا المهرجان أنهم قد انتصروا في العامين الأولين بثباتهم وتضحيات رجال الجيش في جبهات القتال المختلفة بكل الأحوال فالانتصار الذي حققه الشعب اليمني هو العنوان الأبرز بما أن العدوان لم يحقق أهدافه المعلنة عامين من الصمود عامين من التضحية عامين من الشموخ ليعلم العالم وأجمع أننا لن نهن ولن نضعف وسنقاوم مدى الزمان ونشكر كل الدول التي رافقت اليمن وزاندت اليمن ومنها الشعب السوري الحر البطل الذي وقف جامخا ودافع عن بلاده حتى ما يقارب ست سنوات رجالا ونساء وأطفال جاءوا إلى هذه الساحة الكبيرة لإيصال رسالة واضحة أن العام الثالث للعدوان لن يكون كالعامين الماضيين حيث سيحمل مفاجآت جديدة ستجعل العدو يندم كثيرا على محاولة احتلال وغزو اليمن بهدف السيطرة على ثرواته ومواقعه الاستراتيجية تطور التكنولوجيا في التسريح الحربي الذي ظهر في الفترة تدل على أن هناك عام حزين سوف يكون على العدوان وعلى حليب هذه بدون شك أنه بوصولنا إلى عامين من العدوان والإرهاب والقصف والحصار يشهد العالم بأن مملكة الإرهاب السعودية وحلفائها سقطوا دينيا سقطوا قانونيا سقطوا أخلاقيا سقطوا إنسانيا سقطوا قيميا وبدون شك سيسقطون عسكريا إن شاء الله هو عام ثالث إذن يستقبل اليمنيين بمزيد من الدماء والخراب لكن ومهما كانت الخسائر كبيرة إلا أنها لن تكون سببا في إعلان الهزيمة عند شعب يقدس الحرية والعيش الكريم كالشعب اليمني ولسان الحال هنا لا نموت إلا أعزاء ولا نحيا إلا بكرامة وحيدا وقف هذا الشعب في مواجهة تحالف يضم أكثر من عشرين دولة عربية وغربية اليوم يعلن الانتصار بذكرى إعلان العدوان الذي بات يدرك الخسارة بفعل صمود وعناد هذا الشعب عبدالله اليوسف هي الإخبارية السورية صنع قتل ووصيب عدد من جنود النظام السعودي في اقتحام وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع عسكرية تابعة لنظام بني سعود في قطاع جيزان ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصر عسكري يمني بجيزان قوله إن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية اقتحام نوعية لمواقع الجيش السعودي في منطقة الميسيال وقتلت وجرحت العديد من جنود العدو السعودي مشيرا إلى تمكن وحدات الهندسة في الجيش اليمني من تفجير تحصينات أحد مواقع هذا النظام في وقت سابق واستهداف مدفعيته تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي في اليمن ما أدى إلى مصرع وجرح العديد منهم إنجازات جديدة ومتواصلة يحقيقها الجيش العراقي ضد تنظيم داعش الارهابي والقوات العراقية تسادف عناصره الارهابية وتكبد هذه جيانا مرشد يستمر الجيش العراقي بمحاربته إرهابي داعش ويواصل خط النصر على الأرض العراقية حيث حرر الجيش سد بادوش في الساحل الأيمن لمدينة المنصل وروفع علم البلاد عليه مصدر عسكري صرح أن الفرقة التاسعة حررت سد سن حريب ورفعت العلم العراقي عليه بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأرواح والمعدات المصدر ذكر أيضا أن القوات العراقية تمكنت من تحرير معمل إسمنت بادوش وحي العروبة والمنطقة الصناعية في الساحل الأيمن للمنصل وعلى الخط نفسه سلاح الجو العراقي استهدف أحدا معسكرات التنظيم الأرهابي في الجانب الأيمن من المنصل وقتل أربعة عشر عنصرا من التنظيم التكفيري بينهم قيادي يدعى أبو الثابت الأنصاري مصدر أمني نافاد أن قوة من الاستخبارات العسكرية وبالتنصيق مع استخبارات عمليات شرق الأنبار ألقت القبضة على الإرهابي المسمى بقناص الكرمة في كمين محكم بمحافظة الأنبار لا هوادى مع الإرهاب هذا ما يكتبه الجيش العراقي في معاركه ضد الإرهاب فالنصر هو الخيار الوحيد للقوات العراقية في سابقة خطيرة أردوغان يلجع إلى أبشع أنواع استغلال الدين وتجيش بشاعر الحقد والكراهية ضد الأوروبيين خدمة لمصالحه الشخصية في تمرير الدستور الجديد وأرب ترد عليها إنك تلعب بالنار أسامة شحود رئيس نظام أنقرة أردوغان يتهم الأوروبيين بتخريب الجوامع والمساجد وحرقها واصفا إياهم بالفاشيين ويرفع من صقف خطته في استغلال الدين كورقة لكسب أصوات المتطرفين والقوميين الأتراك في الداخل والخارج قبيل استفتاء السادس عشر من نيسان على الدستور الجديد أردوغان كان صرح قبل أيام بتصريحات أشبه بالتهديد المباشر للأوروبيين متوعدا إياهم بعدم القدرة على السير بأمان في شوارعهم في حال استمرار الأزمة بينهما تصريحات وصفها القائمون على المؤسسات الإسلامية في هولندا بأنها غير عقلانية ولا تليق برئيس جمهورية وتضر بالأتراك والمسلمين عموما في القارة الأوروبية الاتحاد الأوروبي على لسان أحد مسؤولية وصف أسلوب أردوغان وتصريحاته العدائية ضد الأوروبيين بأن تركيا تلعب بالنار معكدا أن الاتحاد قرر الرد على تصريحات رئيس النظام التركي بطريقة أكثر تأثيرا عقب استفتاء السادس عشر من نيسان المقبل وعضح أن بروكسل ترفض أن تكون العقوبات قائمة على النواحي الاقتصادية فقط مشيرا إلى أن لدى منطقة اليورو العديد من الأدوات والأوراق التي يمكن تطبيقها ضد تركيا فالاتحاد الأوروبي أقوى بكثير من تركيا ولكن الأتراك من الممكن أن يقوموا بأعمال استفزازية تجاه أوروبا أثناء فترة الاستفتاء ومن تركيا نصلوا إياكم إلى نهاية ساعاتنا الإخبارية لهذا الصباح وتذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين بتوجيه من الرئيس الأسد العماد أيوب رئيس ويات الأركان العامة يتفقد قواتنا العاملة في ريف حماس شمالية بدء إخلاء عدد من مسلحي حي الوعر مع عائلاتهم ونقلهم إلى مدينة جرابلوس سلاح الجو يستادف تحركات داعش والنصر بريفي حلبة وحمى والجيش يضرب الإرهابيين في درع ودير الزور وريف القنيترة الجيش العراقي يحرر سد بداوش ويرفع العلم العراقي فوقه وكان في ساعتنا أيضا مئات الألاف من اليمنيين يحتشدون في الساحات بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للعدوان السعودي على اليمن المترجم الى القناة المترجم الى القناة المترجم الى القناة